ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث قدمت تهنئة للشعب المصري ورجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وبحث مهام القوات المسلحة في حماية ركائز حماية الأمن القومية وفي ذكرى الاحتفالات قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يرافقه وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع كليلة من الظهور على النصب التسكري لشهد القوات المسلحة وقبري الزعيمين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبدالناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار موسيقى موسيقى ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الظهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحوما على روحه الطهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته موسيقى كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة موسيقى وقراءة الفاتحة على روحه الطهرة موسيقى كما ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدم الرئيس السيسي في بداية الاجتماع التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مختتما الاجتماع بتوجيه التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات من أجل رفعة الوطن